أعزائي طلبة وطالبات شعبة الصناعات المعدنية أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المميز في بيتنا مدرسة والذي سوف نتناول من خلاله شرح مادة الرسم الفني لتخصص تشكيل المعادن والسياغ هذا التخصص من التخصصات ذا القيمة الجمالية العالية حيث أن منتجاته هي التي تتداول في الأسواق وتعتبر من ضمن وحدات الإضاءة المميزة كما أنه يتدخل في أشغال الصياغة بمختلف أشكال إن شاء الله في هذه الحلقة ودي تعتبر من ضمن أول حلقات مادة الرسم الفني ولبنخصها دائما لطلبة دبلوم المدارس السنوات الصناعية سواء الثلاث سنوات أو الخمس سنوات من خلال هذه الحلقة سوف نتعرض لمجموعة من وحدات الإضاءة المعلقة والسابتة على أساس أن الطلبة يقدروا يتدربوا عليها ويمكن في نفس الوقت برضو من حتة التدريب ممكن بعض الأجزاء اللي ممكن ناخدها في مادة الرسم الفني ممكن نتعرض لها بعد ذلك سواء في الامتحانات أو في غيرها مادة الرسم الفني من المواد المهمة التي تعتمد على الإبداع والتخيل والابتكار لدى الطالب ولكن لا يأتي هذا من فراغ يعني ده طبعا ما بيجيش من فراغ ولكن هي بتعتبر بداية بنية مادة الرسم الفني بداية من دخول الطالب من الصف الأول ولذلك احنا بنقول عليها من ضمن المواد الخيالية الذي يتخيل من خلالها الطالب كيفية إيجاد المساقط الثلاثة وخاصة لما أدي له مساقط وهو يستنتج المساقط الأفقي والرأسي ثم يستكمل بعد ذلك كيفية إيجاد القطاعات المختلفة التي توضح كيفية التنكيب الصناعية للأجزاء بعضها مع بعض لتكوين منتج متكامل بمعنى أننا عندي المنتج ما بيبقاش منتج متكامل كله مع بعضه حتة واحدة لكن بيكون مجموعة من الأجزاء قاعدة جسم الأباجورة نهاية الأباجورة كل الحاجات دي بتعتبر أجزاء الأجزاء دي في نفس الوقت بنجمعها ولذلك اللي بيوضح حتة التجميع دي كلها اللي هي القطاع الذي يوضح التراكب الإيه بالصناعية تعالوا بعد كده هناخد أول حاجة وسائل الإضاءة المباشرة الأباجورات بيقول لي في أول حاجة ودي اللي أنا وضحتها الرسم الفني رؤية تصميم تخيل يتميز به دائما الطالب المجتهد الذي يتقن دائما ما يراه من منتجات لها طابع جمالي يتميز به دائما تخصص تشكيل المعادن والصياء دي النقطة اللي احنا حاولنا بقدر المستطاع أن احنا نتكلم عنها في الأول وقلنا أن الرسم الفني هي مادة تخيلية تعتمد على الإبداع والابتكار تعتمد على المهارة تعتمد على خفة الخطوط تعتمد على الزهن الحاضر دائما كل دي من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي لازم نوضحها لأبنائنا وبناتنا الطلب ولكن هناك بعض الإرشادات التي لابد أن يتبعها الطالب أثناء تأدية امتحان مادة الرسم الفني أو أثناء رسم لوحة الرسم الفني لأي وحدة من الوحدان أول حاجة ودي لازم نأكد عليها مرارا وتكرارا ودي بأكد عليها ضروري جدا 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 إن أول حاجة لابد من قراءة المواصفات جيدا دي رقم واحد أول حاجة ودي بأكد عليها لابد من قراءة المواصفات جيدا إيه هي المواصفات؟ مواصفات الوحدة اللي مدهين مديني أباجورة مديني أبليك مديني نجفة مديني لمبادير مديني بعض الأدوات المنزلية كل اللي يدهوني في الرسم لابد من قراءة مواصفات مادة الرسم جيدا ليه بقى؟ أولا القراءة بتوضح لي الجزء رقم واحد ده عبارة عن إيه؟ عشان لما أجأ أسقطه دي رقم واحد رقم اتنين بتعرفني سمك المعدن اللي أنا مستخدمه كام؟ واحد من عشرة، اتنين من عشرة حسب ما هو موجود هو بيحددلي في المواصفات سمك المعدن الحاجة التانية بقى والأهم من الموضوع ده كله إن هو بيقول لي إيه؟ بيقول لي طالما حددتلك سمك المعدن أنا بقولك إزاي تستخدم التراكيب الصناعية في عملية التجميع للمنتجات يعني من شكل واحد ومن شكل اتنين من القعدة من جسم الأباجورة من نهاية الأباجورة الشابوه كل الحاجات دي بوضحها لك في المواصفات ولذلك بنقول أهم حاجة قراءة المواصفات إيه؟ جيدة نمرت اتنين تجهيز الأدوات الخاصة بمدة الرسم تجهيزا جيدا قبل إتمام عملية الرسم أو قبل أداء الامتحان ودي مهمة جدا ليه بقى؟ أنا لما تكون معايا أدوات الرسم بتاعت مكتملة مش هحتاج إن أنا أخد أي أداء من أي طالب جنب مني ليه؟ لأن الرسم الفني الرسم بيحتاج زي ما أنا قلت في الأول إلى ذهن حاضر وتخيل وإبداع وابتكار وهدوء يعني بيشترد دايما لما يكون الواحد عايز يعيش مع نفسه يلتقي مع لوحة من لوحات الرسم ويبدأ يبدع فيها ويبين مدى كمية الإسقاطات اللي موجودة فيها سواء كانت للمسقط الرأسي أو للأفق أو للجانب لأن إحنا عندنا مواطن جمالية كثيرة في منتجات تخصص تشكيل المعدوموسيا ممكن نلاقي روبوسي عدل ممكن نلاقي روبوسي ميل ممكن الربوسي عندنا معروف إن هو أجزاؤه بتبدأ من جزئين واربعة وتمانية وستاشر لها مواصفات وأحيانا يبدأ بستة واثناشر واربعة وعشرين وأحيانا يبدأ بخمسة وعشرة وخمستاشر وعشرين وهكذا كل دي بتعتبر بالنسبة لي حاجات بتتأسم الأول أقراها من المسقط الرأسي عدد الربوسي بتاعي كام ثم بعد ذلك يتم عملية الإسقاط والتعامل مع الجزء الجمالي الموجود في المنتج ليه لأن الرسم الفني بيعتمد على القيمة الجمالية إذا لازم أنا حط فيه فنيات جمالية عالية تبين مدى إبداع الطالب وابتكار وتخيله مش بديله رسمة صماء الرسمة الصماء ممكن الطالب يسقطها زي الصندوق كده تبقى عادية مجموعة مربعات أو مجموعة مستطيلات أو شكل واحد وبناء عليه تبص تلاقي الطالب خرج من حتة الرسم الفني لا يعلم أي شيء عن الرسم غير أنه هو كل اللي عمله أنه هو نفذ القتلة الصماء الموجودة أمامه التي لم يتواجد بها أي مواطن جمال ولا أي تخيل ولا أي إبداع ولا ابتكار يبقى هنا لابد من قراءة مواطن الابتكار بالرسم الفني جيدا دي أهم حاجة الأدوات قلنا عليها دي أهم حاجة تبقى موجودة عندي الحاجة الأهم من كده أن أنا أستخدم القلم الرصاص بخفة وقلأ أقوم بعملية المسح بكثرة على اللوحة حتى لا تضيع معلمه ودي مهمة جدا يمكن إحنا دايما في مواصفتنا للرسم بنقول لابد من الاحتفاظ بخطوط الإسقاط دي مهمة طب والحاجة التانية نظافة اللوحة عليها درجات طب والنظافة دي هتيجي منين هتيجي من طالب مميز عمرها أبدا ما هتيجي من طالب يكون بيعتمد على زميله على أنه هو ينقل منه أبعاد الرسم ياخد بالبرجة الأبعاد معينة يروح يجيب منه أستيكة يجيب منه مسلس كل الكلام ده بيعطل من إتمام اللوحة وخصوصا عند الطلب المميزين اللي هو بيبقى دايما عايز يجامل زميله كل الكلام ده الرسم لا توجد فيه مجملات مادة الرسم من المواد المميزة التي لا يوجد فيها مجملات حيث أن اللوحة موزونة بأوقاتها المحددة حسب ساعات الرسم بمعنى أن احنا عندنا مادة الرسم الفني ممكن تكون أربع ساعات لما أنا أجي قضي للطالب لوحة ببقى عامل حسابي أنه هو يرسمها في ثلاث ساعات بالظبط طب والساعة الرابعة يبدأ بقى يراجع يبدأ يحط التطشات بتاعته الجمالية زي ما هو عايز كل الحاجات دي بتعتبر بالنسبة لي مهمة جدا في مادة الرسم الفني يبقى من ضمن مميزات مادة الرسم الفني التي تعتمد على القيم الجمالية العالية أولا قراءة المواصفات جيدا اتنين تجهيز الأدوات تلاتة الاحتفاظ بخطوط الإسقاط أربعة نظافة اللوحة خمسة تأسيم اللوحة جيدا طبقا للمسقط المعطى لوحدات الإضاءة أو بعض الوحدات المختلفة دي تعتبر من الحاجات المهمة ستة كمان ودي بنأكد عليها ودي تم وضعها في الكتب الحديثة أنه هو يجوز استخدام الأقلام الملونة الخشبية في الخطوط المساعدة لإعطاء اللوحة قيمة جمالية عالية ودي خاصة عند الطالب المميز اللي بقى عايز يحصل على أعلى لإيه الدرجات ولذلك احنا لما جينا نعمل كتاب الرسم الفني للصف الثالث كانت جميع منتجات هذا الكتاب تم تنفذها على أرض الواقع وسوف يرى ذلك من خلال هذه الحلقة تعالوا بعد كده بيقول لي واحدة إضاءة مكتبية اللي هي أباجورة مكتب مصنوعة من النحاس الأصفر سمك واحد مني اللي أنا كنت بتكلم عليه بعد كده بقى بيقول لي مواصفات الرسم هو جايب لي طبعا ممكن في الامتحان نلاقي المواصفات في ورقة والرسم في ورقة عادي جدا بيقول لي أول حاجة كرة مصمطة ملحومة بالقرص الدائري وحضط لعليها رقم واحدة على الرسمة يعني هنا مدي هنا على الرسمة رقم ايه واحد اتنين قرص دائري من النحاس الأحمر سمك اتنين ملي يبقى هنا خلي بالك في حاجة اداني المواصفات العامة للوحة إن هي مصنوعة من سمك واحد ملي ولكن قال لي هناك بعض الأجذاء التي صنعت من النحاس الأحمر سمك اتنين ايه ملي تلاتة هرم سداسي نائس مفرغ من كل وجه تفريغات زجاجية لها أشكال هندسية كما هي واضحة في المسقطة الرأسي قرص دائري مفرغ منه دائرة قطرها أصغر من قطر الدائرة الكبرى واحد ونص سند جسمه مصمط على شكل استوانا عليه خطوط حز عدد 12 جزء مجموعة على مخرط الجامع عليه زخارف ربوسي غائرة عدد 12 جزء جزء مصمط مشكل على مخرطة الميكانيكية من جسم استواني استوانا مفرغة عليها ربوسي بأشكال منحنية مقسمة إلى 12 جزء جزء مصمط مشكل على المخرطة الميكانيكية نفس الجزء رقم 7 مخروط ناقص عليه زخارف ربوسي مقسمة إلى 12 جزء سلك قطاعه مستطيل ملفوف حول قاعدة المخروط الكبرى 12 جزء مجموعة على مخرطة الجامع له قاعدة صغرى 13 قاعدة خشبية يبقى أنا كده يعتبر أريتلك المواصفات جيدة نهي وإحنا بنقرأ المواصفات بقى إيه اللي بين تبين ليه الآتي هناك أجسام مصمطة تم تشكيلها على المخرطة الميكانيكية وهناك أجسام مفرغة طب هنا إيه الاستفادة من الحاجات دي يا أستاذ أقولك ده الاستفادة كبيرة جدا معنى كده أن الأجسام المفرغة عند رسم القطاع هعمل لها سمك كأنك بالضبط بتشرف كبيرة شاي كبيرة الشاي تعرف السمك بتاعها منين من الجزء اللي مفتوحة منه ولذلك تبص تلاقي كبيرة الشاي لها سمك من فوق كده يشعر به الإنسان عندما يحتسي فنجانا من القهوة أو من الشاي يبقى هنا بني السمك طب هل ممكن كبيرة الشاي كتبقى مصمطة وحط فيها شاي صعب جدا ولذلك هنا بيوضح بقى أن الجسم المصمط لابد من تأشيره على زاوية قدرية 45 درجة طب والجسم المفرغ لابد من عمل سمك له ده هيبان معايا في القطاع تعالوا بعد كده نشوف المسقط الرأسي أو المطلوب بيقول للمطلوب تكبير الرسم بمقدار الضعف اتنين رسم المسقط الرأسي كاملا مع مراعاة إسقاط الزجاج على الوجهين الأيمن والأيسر تلاتة رسم المسقط الأفقي كاملا أربعة رسم المسقط الجانبي مع مراعاة خطوط الإسقاط خمسة رسم القطاع الرأسي كاملا مع توضيح التراكيب الصناعية ويراع قراءة مواصفات الرسم جيدا حتى تسهل عليك رسم القطاع ستة الاهتمام بخطوط الإسقاط للمساقط الثلاثة والاحتفاظ بها حد يسألني بقى يقول لي يا أستاذ ده المطلوب ده جميل جدا ايه الجمال في المطلوب أن الصيغة الوصفية في المطلوب تدل على جمال اللوح وفي نفس الوقت بتدل على ايه أن الطالب القارئ الجيد للمواصفات هيقدر يمشي بالزبط على حتة الرسم ويعرف يعمل عملية التكبير يعرف ازاي يستخدم المساقط المساعدة يعرف ازاي يعمل جانبي أيمن وجانبي أيصر يعرف ازاي يسقط الزجاج الموجود وخاصة ان الإزاز دايما بيكون على جميع أوجه الأباجورة ولكن احنا من القيم الجمالية العالية في مادة الرسم بند للطالب وجه واحد عليه إزازه هو يجيب بقية الايه الأوجه وده هيبان دلوقتي في المساقط الايه الأفقي إذن هنا المطلوب مطلوب بس بقيمة جمالية عالية ما تدي له برضو مواصفات في المطلوب أنا عايز منك أنك أنت تكبر اللوحة بالضعف أنا عايز منك تحتفظ بخطوط الإسقاط أنا عايز منك أنك أنت توضح التركيب الصناعي اللي موجودة في الايه في اللوحة أنا طالب منك أنك أنت تستنتج المساقط الرأسي والأفقي والجانبي والجانبي الأيمن والجانبي الأيصر ثم تستنتج بعد ذلك القطاع المحدد للأباجورة كل ده موجود فين؟ موجود كتابة لو أنا قريت الكتابة جيداً أقدر أنفذ الرسم بمنتهى الايه؟ السهول تعالوا بقى نشوف المساقط الرأسي بالنسبة لنا هذه المساقط الرأسي هو عبارة عن أباجورة الأباجورة موجودة عندي أهيه هنا بيعتبر بالنسبة لي بالنسبة لي هنا أدي الكرة أدي أول حاجة بعد كده أدي القرس اللي بعد منها بعد كده ده الهارم السوداسي أهو ده يعتبر وده يعتبر بالنسبة للتفريغ الزجاج اللي هو يعتبر هنا وهو بيبقى مديني تفريغ الإزاز اللي في النص بس لأن ده بيعتبر بالنسبة للوجه الايه؟ الحقيقي ثم بعد ذلك يظهر على جسم الأباجورة بالنسبة لي أهو بيظهر على جسم الأباجورة الربوسي المنحني يبقى هنا مديني شكل الربوسي أهو وفي نفس الوقت موضح لكل حاجة يبقى هنا ده المساقط الرأسي بعد ما قام الطالب بعملية الراس كاملة طب المساقط الرأسي ده يبان جماله امتى؟ يبان جماله في المساقط الايه؟ الأفقي يبقى هنا في المساقط الرأسي واضح التفريغ اللي موجود عندي واضح بالنسبة لي اهو التفريغ اللي موجود عندي أهو ده يعتبر من دمن التفريغات أهي ده يعتبر كده تفريغ أهو وده يعتبر مواطن الجمال للربوسي المائل اللي على جسم الأباجورة يعني ده يعتبر بالنسبة لي جسم الأباجورة وده القاعدة اللي موجودة عندي هي وعندي ربوسي كتير أهو ولذلك احنا دايما بنحاول بقدر المستطاع أن يكون الربوسي موضح للايه للطالب طيب بعد كده بيين لي هنا بقى المسقط الأفقي شوف جمال المسقط الأفقي معقولة المسقط الرأسي يديني شكل جمالي للمسقط الأفقي بهذه الطريقة طابعا وبص هنا على المسقط الأفقي هتلاقي عندي هن هو هنا تفريغ الإزازة هو ده يعتبر ده بالنسبة لي تفريغ الإزاز وده يعتبر بالنسبة لي الهرم السداسي الأعدة الكبيرة والأعدة الصغيرة طبعا بالنسبة لي الأعدة الكبيرة والأعدة الصغيرة هي دي تعتبر الكبيرة ودي الصغيرة وبينهم وبين بعض الزجاج طب هنا الإزاز ده أو الزجاج ده أقدر أجيبه منين لازم يكون هو مديني المسقط الرأس اللي موجود فيهن في المنتصف وأبدأ أنزل بأبعاده وحددها عليه ولذلك هنا هنتوقف عندي حتة الزجاج شوي ليه نتوقف عند جزء الزجاج لأنه بيعتبر هو أخطر حاجة في اللوح ولذلك أنا عايز أوضح لأبنائي وبنات الطلبة حاجة مهمة جدا أولاً ما خفش من تفريغ الإزاز نهائي أو الزجاج لا يمكن أن يخشى طالب تفريغ الزجاج طالما تدرب عليه أكثر من مرة بمعنى أنا بشوف تفريغ الزجاج ده موجود على جسم هرمي أم على جسم منشور إذا تواجد التفريغ على جسم منشوري بينزل على الدائرة نقط على طول تي حاجة معروفة لكن لو باين بقى على جسم هرمي أكيد الجسم الهرمي له قاعدة كبيرة وقاعدة صغيرة يعني أنا لو بصيت على الهرم الكامل هلاقيه نازل في النص نقطة وصل جميع أضلاعه بيها سواء كان هرم رباعي أو خماسي أو سداسي ولكن لو الهرم الكامل ده روح تجاي قاطع جزء من الأعدة العلوية بقى هرم ناقص بقى له أعدة صغيرة وأعدة كبيرة طب والأعدة الصغيرة والأعدة الكبيرة بينهم وبين بعض إيه؟ يوجد بينهما تفريغ من الزجاج إذن المهم في الحتة دي إيه؟ أن الزجاج بتفريغه مهما كان شكله وحجمه وأبعاده وبعض المنحنيات الموجودة في الزجاج مهما كانت كل دي مواصفات موجودة في التفريغ لن تخرج عن القاعدة الكبرى والقاعدة الصغيرة استحالا ليه؟ لأنك انت مفرغ في الارتفاع ما بين القاعدة الكبيرة والقاعدة الصغيرة طب ينفع وأنا بسقط أخرج الزجاج عن القاعدة الكبيرة والقاعدة الصغيرة أروح جاي عاملك إكس على طول أقولك إن ده خطأ ليه؟ لأن التفريغ محصور على الهرم أو على الشبو بتاع الأباجورة لو الأباجورة بتاعت الشبو بتاعها على شكل هرم كده أنا طول ما أنا باصص على الشبو من فوق عشان أجيب المسقط الأفقي هينحصر الزجاج ما بين القاعدة الكبرى والقاعدة الصغيرة استحالا أنه هيخرج عنه ولذلك إحنا بقى بنوضح لأبنائنا وبناتنا الطلبة حتة مهمة جدا إيه هي؟ لما تلاقي فيه تفريغ زجاج حاول إنك أنت تعمله مستويات خطوط بمعنى إن القاعدة الكبيرة عليها كذا تفريغ أو عليها كذا منحنة القاعدة الكبيرة عمل لها خطوط والقاعدة الصغيرة عمل لها خطوط لما عمل لها خطوط هتبان على نهاية الشابو أو على نهاية الهرم أنزل بالخطوط دي كلها تحت وعمل لها مجموعة دواير زي ما هي باينة عندي كده دلوقت أهي مجموعة بصة تلاقي في دواير كتير الدواير اللي عندي دي اللي هي باللون اللبني دي كلها تعتبر بالنسبة لي دواير إيه؟ مساعدة من خلال الدواير المساعدة اللي هي موجودة عندي دي بتعتبر بالنسبة لي أقدر أجيب التفريغ الزجاج اللي هو موجود إيه عندي طيب لما الطالب يحصل على تفريغ الزجاج أجيب أقول له على طول الطالب ده يحصل على الدرجات النهائية في مادة الرسم ليه؟ لأن إحنا وإحنا مدينه لوحدة إحنا حطين جزء مميز يتميز به الطالب المميز فيعتبر التفريغ من ضمن الأجزاء المميزة التي إذا قام الطالب بإسقاطها إسقاطا دقيقا طبقا للمواصفات وطبقا لنموذج الإجابة يحصل الطالب على الدرجة النهائية يحصل الطالب على الدرجة النهائية طيب ممكن بعض الطلبة اللي هما بيكونوا طبعا مستواهم لا يرتقي بالمستوى المميز بيعتمد على أنه يرسم الأفقي ويبعد عن حتة التفريغ الزجاج طبعا في الحتة دي بتبقى مميزة دايما وخاصة عند الطلبة الذين يريدون الحصول على أعلى الدرجات دا بالنسبة للمسقط الأفقي نروح بعد كده للمسقط الجانبي المسقط الجانبي بان الجمال بتاعه لو إحنا بصينا على الجزء اللي فوق دا هنبص نلاقي إيه بقى الوجه بدل مكان تلاتة بقى اتنين طبو الكورة أسقطت زي ما هي طبو القرس اللي موجود عندي بقى زي ما هو الوحيد اللي اختلف مين الهرم السداسي بدل مكان سلاسة أوجه في الرأسي بقى يعتبر بالنسبة لوجهه طيب والروبوسيل اللي موجود على الجسم هو بان الشكل الجمالي بتاعه هل هو تغير ولا ما تغيرش تغير طبعا اهو دا يعتبر بالنسبة لي حصل له نوع من أنواع الايه التغيير يبقى هنا لابد أن نتوقف قليلا عند هذا المسقط الجانبي ليه بقى ودي مهمة جدا لأبنائي وبناتني الطلب بمعنى أقول له ايه اللي انت استفدته في الحتة دي هو استفد حاجة مهمة جدا ايه هي أن المسقط الرأسي للهرم السداسي أو للمنشور السداسي عندما يرسم صحيحا يظهر في المسقط الرأسي ثلاثة أو يبقى هو بيبان في المسقط الرأسي كام ثلاثة طب واحد يسألني طب والأفقي لازم أشوفه الستة طالما هرم السداسي لازم أشوف أوجه الستة كلها في المسقط الأفقي ليه لأن أنا باصص على المسقط الأفقي من فوق إذا نظرت من أعلى يظهر المسقط الأفقي من أسفل وإذا نظرت من أسفل يظهر المسقط الأفقي من أعلى وإذا نظرت يمينا يظهر المسقط الجانبي يسارا وإذا نظرت يسارا يظهر المسقط الجانبي يمينا وهكذا إذن دي ثوابت أساسية عند وضع رؤية النظر على وحدة الإضاءة ثوابت ما فيهاش تغيير يبقى هنا من ضمن العناصر الأساسية التي لا يوجد بها تغيير أن الشكل السداسي سواء كان منشور أو هرم يظهر في المسقط الرأسي سلاسة أوجه وفي الأفقي ستة أوجه وفي الجانبي يظهر وجهه ممكن طالب يسأل سؤال جميل جدا يقول لي طب يا أستاذ أنا ممكن خليه يظهر في المسقط الرأسي وجهه أنا أقول له تمام بس هنا المسقط الأفقي هيكون مقلوب بمعنى لو ظهر وجهه في الرأسي لازم يظهر في الجانبي ثلاث لبقى أنا عكست السداسي خليت الجانبي هو الرأسي وخليت الرأسي هو الجانبي حسب الرؤية وحسب الوضع ممكن واحد يمسك الشابوه بتاع الأباجورة كده يلفه يخليه للسداسي بين وجههم بس وممكن يروح جاي يلفه تاني في المسقط الرأسي يخلي السداسي بين ثلاثة إذن كل الحاجات دي مهمة جدا إمتى الحاجات دي تتعرف للطالب المميز الذي يقرأ المواصفات وينظر إلى المسقط الرأسي المعطى جيدا لإتمام عملية التجبير وإتمام عملية الإسقاط للمسقط الأفقي والمسقط الجانبي الأيمن والأيصر وكذلك القطاع لبقى ده مهم جدا بالنسبة لي بعد كده جي على القطاع بقى وده مهم جدا ليه؟ لما احنا تكلمنا في المواصفات قال لي ده انت فيه عندك حاجات مصمطة وفيه عندك حاجات مفرغة نجي نبص على القطاع كده بصوا معي على القطاع هنا هتبصها تلاقي الكرة من فوق مصمطة رح جاي عمل لي عليها عملية التهشير هشارها اهي طب والسوداسي عمل له سمك لأنه مفرغ ده يعتبر بالنسبة لي ايه؟ الشابو بتاع الأباجورة طب وبعد كده قادي الجزء هول اللي قال لي عليه ده مصمط رح جاي ما هشاره برضو ورح جاي نازل تاني وقال لي فيه جسم عندك مصمطة رح جاي ما هشاره برضو بالنسبة لي يبقى كل الحاجات اللي متهشرة على القطاع دي بتبان بالنسبة لي مصمطة حتى القعدة من تحت اهيه باين ان هي تهشيرها ايه؟ خشب ولذلك هنا هنتوقف قليلا عند القطاع ولذلك احنا قلنا ايه؟ ان القطاع هو مولود من رحم المواصفات الخاصة للمسقط الرأسي ودي مهمة جدا قد يكون التعبير ادق انه مولود من رحم المسقط الرأسي بمعنى المسقط الرأسي محدد له المواصفات فالمواصفات هي اللي بتديني القطاع ولذلك ظهر في الرسم قدام مني ايه؟ ان الكرة المصمطة خلاص رح تجاي ما هشارها بقت مصمطة انا مقدرت اجيب برتقانة واقول ان البرتقانة دي مفرغة من الداخل لكن ممكن اجيب كرة بلاستيك بتتنفخ واقول ان دي مفرغة من الداخل والهواء هو اللي اداها الشكل بتاعها اذا انا لو ضربت السكينة كده فيها او ضربت المقص او ضربت القطر في قلب منها هتتقطع ويبان سمكها لكن انا بقى لو قطعت البرتقانة هيتبان في قلب منها الفصوص وهيتبان في قلب منها التفاصيل الداخلية كلها اذا هنا دي مصمطة ودي مفرغة يبقى المصمط لابد من تهشيره على زاوية قدرها 45 درجة والمفرغ لابد من عمل السمك له وطبقى لمواصفات الرسم لان هو في الاول ايه قال لي الرسم عبارة عن اباجورة مصنوعة من النحاس الاسفر سمك واحد ملي راح جاي محدد السمك ما قدرش انا زيد بقى عن السمك لكن هو جاي قال لي ايه ده في عندك ارصة مصنوعة من النحاس الاحمر مصنوعة من سمك اتنين ملي فانا لما اجي اعمل القطاع احط لها السمك بتاعها لاثنين ملي بتاعها طبعا كل الحاجات دي بتحدد وبعض أسازتنا المميزين بيبينوا الحاجات دي كلها للطلب يبقى هنا القطاع بيين لي حتة التراكب الايه الصناعي طيب وحدة الإضاءة دي عشان قاطر أوصل الطيار الكهربائي لها دايماً بجيب النبل بتاعها مفرق على أساس أن أنا أدخل السلك بتاعي وفي نفس الوقت بنحدد للطالب أن دايماً السمك بتاعه لا يزيد عن 9 من 10 مل ليه؟ عشان السمولة بتاعته تكون متحددة وفي نفس الوقت السمولة يبقى بعدها نصف نصف وقدرها الشرع وعمل عملية ربط ما بين القاعدة العليا والقاعدة السفلة ليه؟ عشان المنتج بتاعي يبقى متكامل ولذلك احنا بنشيل الأباجورة بنحركها من مكان لمكان مكان تاني لمكان تاني آخر ولذلك مع التطور التكنولوجي الحديث دلوقتي ممكن تجيب أباجورة كلها متفكقة قطع قطع صغيرة جداً ولذلك بيتميز بذلك التقدم التكنولوجي أن أنت ممكن تشتري مروحة أو تشتري منتج كبير ويبقى عبارة عن مجموعة من الأجزاء قد تصل إلى 300 قطعة تروح في البيت تبدأ تجيب كل قطعة وتقعد تربطها بعضها مع بعض ليه بقى لسهولة النقل لسهولة العرض كل الحاجات دي بتعتبر مهمة جداً وفي نفس الوقت لسهولة عملية التركيب لسهولة عملية التركيب يعني أنا مجرد ما هفك السمولة بتاعة الأباجورة من تحتها بص ألاقي الأجزاء بتاعتها تنهر كلها بعضها وراء بعض ليه؟ قال لي قد تصاب بعض أجزاء الأباجورة بنوع من أنواع العطب أو نوع من أنواع التفاعلات الجوية أو نوع من أنواع الصادة أو نوع من أنواع التآكل حاجات كتير جداً قد تصاب بها بعض منتجاتنا المنتجات تتعرض للمرض كما يتعرض البشر ده أمر طبيعي قد تتعرض للتلف كما يتعرض البشر لبعض أجزاء من التلف كل حاجات دي موجودة طالما المنتجات يستخدمها البشر إذن تتعرض للتلف وتمرد نتيجة تعرضها لبعض العوامل الجوية طيب في حتة المرض أو العرض اللي موجود عندي أو التلف اللي موجود للأباجورة أنا عايز أعمل فيها حتة التغيير أو عايز أعمل فيها عملية التلميع أو عايز أعمل فيها حتة الطلاق وغير من شكلها فأنا مش أخد الأباجورة كلها ككتلة وحطها في حد الطلاق لا ده أنا بفصل الجزء الذي أصيب بضرر أو بعطب أو بتلف وأبدأ أعمله عملية معالجة زي ما أنا عايز إذن هنا الحاجات دي مهمة جدا وخاصة في حتة التركيب الصناعية بالنسبة لمنتجاتنا المعدنين كده يعتبر إحنا استفضنا في الأباجورة الأولانية باعتبار أن الأباجورة دي داسمة وتم وضعها في امتحانات كثيرة واتدرب عليها بعض الطلبة وبرضه بنديها للطلبة عشان يتدربوا عليها مرة واثنين وثلاثة واربعة عشان يعرف إزاي جيب تفريغ الزجاج إزاي يعمل إسقطات الأوروبوسي سواء كان مائل أو عدل إزاي يعمل تركيب صناعية إزاي يحدد السمك إزاي يوضح إن الجزء ده مصمت أو الجزء ده مفرغ كل الحاجات دي مهمة جدا بالنسبة تعالوا بعد كده بيقول لي وحدة إضاءة مكتبية أباجورة مكتب مصنوعة من النحاس الأصفر سمك واحد ميلي ومكون من ثلاثة أفرع في الحتة دي كان في بعض الكتب بتاعتنا القديمة كانت بتتميز دائما بإن فيها وحدات إضاءة بتتميز بالست أفرع وبالتمانية وحيانا كان بتوصل لاثناشر فرق طبعا الحاجات دي كلها ما جينا نعمل الكتب الحديثة الحاجات دي صعبة صعبة جدا على طالب بيدرس مادة الرسم الفني من الصف الأول حتى الصف الثالث ليه؟ الابتكار والإبداع والتخيل يزداد مع الطالب كلما ارتقى علميا يعني يعني يرتقى علميا لما يوصل مثلا لو هو من طلبة السنوات الخمس لما يوصل لسنة خمسة بيبقى عنده المشروع بيبقى عنده حطة الابتكار بيبقى عنده أن هو يتعرض لبعض وحدات الإضاءة الموجودة على صفحات التواصل الاجتماعي اللي هي الإنترنت أو بعض وحدات المودرن الحديثة اللي هي موجودة ممكن يتفرج على الصور ويقدر يوظف وحدة الإضاءة دي تبقى لمواصفات الرسم اللي موجودة عندنا ولذلك احنا كنا حريصين كل الحرص على أن المنتجات التي تتواجد داخل الكتاب لابد أن يكون قد تم تنفسها بالفعل على أرض الواقع حتى يكون هناك مصدقية المصدقية في المعلومة أن الشيء يكون ملموس ومحسوس ويرى بالعين المجردة ويمكن التعامل معه بصفة مستمرة دي المصدقية وليس كلام يقال أن دي وحدة إضاءة من الخيال ليس هناك وحدات إضاءة من الخيال لابد أن تكون وحدات الإضاءة لها مقاصات معروفة ولها نسب معروفة ولها استخدام معلوم الوظيفة التي صنعت من أجلها لابد أن تكون موجودة حتى يكون هناك مصداقية في العرض وفي الإسقاط وفي التراكيب الصناعية للمنتجات المعدنية مهما كانت أشكالها بمختلف تخصصات دي مهمة جدا عشان خاطر يكون هناك صدق للمعلومة الصدق للمعلومة الشيء الملموس والمحسوس والذي يرى بالعين المجردة ولذلك إحنا دايما بنحب أبنائنا وبناتنا الطلبة أنهم عندما يذهبون إلى بعض الأماكن السياحية أو بعض الأماكن الموجودة في منطقة خاني الخليلي أنه يرى بالعين المجردة كل ما يدور حوله يتطلع على الصانع كيف يقوم بعملية الجامع يتطلع على الصانع كيف يقوم بعملية تأسيم الربوسية على الأجزاء المجموعة يتطلع على الصانع كيف يتم عملية التلميع على مكينات فرش التلميع أو التشتيب كل الحاجات يتطلع على الصانع أنه كيف يقوم على المخرطة بإجراء عملية الجامع بالأشكال المختلفة سواء الجامع كان بسيط أو مركب كل الحاجات دي بتبقى مهمة الرؤية للعين أدق دائما عند إجراء عملية الرأس يعني أنا لما أشوف دايما الحاجة بعيني بتبقى لما نقل المعلومة بيبقى فيها حتة المصدقية ولذلك كنا في فترة من الزمن كنا دايما بنتكلم عن السباكة بالشامع المفقود بناء على ما يوضع داخل الكتاب ولكن عندما رأينا ما يتم للسباكة بالشامع المفقود وتعرضنا لبعض الصناعية وبدأ يشرح لنا إزاي بتتم الحاجات دي بإينا بننقل المعلومة للطالب بمنتهى السولة واليوس بل بنسهلها عليه أكتر إن احنا ممكن ناخده للأماكن دي ونفرجه على الحاجة بنفسه بعد كده بيقول لي مواصفات الرأس جسم استواني به شطف بسيط مائل في المسقط الرأسي العاكس عبارة عن مخروط ناقص مصقول عليه زخارف روبوسي 12 جزء بها إنحناءات من أعلى ومن أسفل جسم استواني مصمت مشكل على المخرطة الميكانيكية به تجويف داخلي استوانة مفرغة عليها زخارف روبوسي 12 جزء عدد 2 أنصاف كرة مفرغة عليها زخارف بالتبادل مقسمة لـ 12 جزء 6 عدد 3 استوانة مشطوفة لبيت الشامعة شامعة الإضاءة 7 عدد 3 مخروط ناقص عليه زخارف روبوسي 12 جزء 8 عدد 3 مخروط كامل مصمت مشكل على المخرطة الميكانيكية 9 مخروط ناقص مصمت عليه خطوط حفل مشكل على المخرطة الميكانيكية سلك قطاعه مربع ملفوف حول نصف كرة المفرغة جسم استواني مفرغ عليه زخارف 16 جزء أرس مصمت من النحاس الأحب طب المواصفات دي خرجنا بيها من حاجة؟ ها خرجنا خرجنا بحاجات كتير الحاجات الكتير اللي احنا خرجنا بيها إن الأباجورة دي لها 3 أماكن إضاءة اللي هي 3 بيت الشامعة اللي موجودين عندي دي رقم واحد طب رقم اتنين خرجنا بيها برضو إن أنا عندي فيها نوعين نوع من الربوسي الربوسي 12 جزء وربوسي 16 جزء فالطالب يسأل هل هناك فرق ما بين الربوسي 12 و 16 أقول له آه طبعا الـ 12 يتقسم بالمثلث 30-60 أخذ الزاوية 60 والـ 30 على الدايرة وأقسم ليه؟ الـ 12 جزء أنا عندي الزاوية حوالين النقطة 360 درج طيب أنا هقسم بالمثلث 30 حوالين النقطة 360 درج هقسم 12 جزء يبقى كل جزء كام زاويته 30 درج بالنسبة لي سهلا كل جزء بالنسبة لي 30 درج يبقى الربع في الدايرة متقسم كام 3 طب والدايرة دي كام ربع؟ 4 يبقى 3 في 4 بـ 12 يبقى هنا بالمثلث 30 أقدر أقسم ممكن طالب يقول لي ممكن أقسم بالبرجة لأقول له برافو عليك ممكن أقسم بالبرجة بفتحة تساوي نص قطر الدايرة أركز على محاور الدايرة ومرأة أعمل قوس فوق وقوس تحت محاور الدايرة عندي كم محور؟ 4 يعني أنا لو برسم الدايرة عندي برسمها على محاور 4 المحاور الـ 4 بتاعتي أجي أقول له إيه؟ المحاور بتاعتي اللي هي الأقطار بتاعة الدايرة طبعا كل خط في الدايرة بيسوي قطر ولكن الأقطار بتاعة الدايرة بتاعتنا الحقيقية هي العمودية العمودي والأفقي ده يعتبر قطر ولما يميل كده تاني يعتبر قطر تاني دي تعتبر بالنسبة لنا الأقطار الايه؟ الحقيقي عند بفتحة تساوي نص القطر أركز مرة عند النقطة دي أعمل قوس فوق وقوس تحت وأركز عند النقطة اللي فوق أعمل قوس يمين وقوس شمال وأركز هنا قوس فوق وقوس تحت وتحت هنا أركز يمين وشمال أبص ألاقي كل ربع من أجزاء الدايرة بفتحة نص قطر البرجل أسم له الربع إلى تلات أجزاء طب الربع يا أستاذ كانت زاويته كام؟ كانت زاويته تسعين درجة طب لما أسم التسعين لتلاتة تبقى كل زاوية تلاتين درجة ده التأسيم لتناشة طب والتأسيم الستاشر أقول له التأسيم الستاشر أرسم أقطار الدائرة زي ما هي كده وأرسم الدائرة بتاعتي واجب المثلث الخمسة واربعين أروح جاي أسم الدائرة بالمثلث خمسة واربعين يبقى كل نص أسمه ربعين طب الدائرة كانت متأسمة في الأول كام ربع أربعة طب ولما أسم كل ربع اتنين يبقى تديني كام تمانية بعد كده أخذ المسافة ما بين الأولى والتانية وافتح البرجة بفتحة أكبر من النص وقسم الجزء اللي تقسم مرتين مرة تانية يبقى هنا يبقى كل ربع فيه كام أربعة لما يبقى فيه كل ربع فيه أربعة يبقى الأربعة في أربعة بكام بستاشر يبقى هنا أنا قدرت استفاد إن هنا في الرسمة بتاعتي مديني ربوسية على 12 جزء ومديني ربوسية على 16 إيه جزء وأنا شرحت لك إزاي أقسم على 12 وإزاي أقسم على كام على 16 طب ولمواصفات طلعنا بإيه تاني إيه اللي طلعنا منه من المواصفات بتاعتي قال لي طلعت بحاجة حلوة جدا إيه هي قال لي فيه عندك بعض الخطوط حفر وليست ربوسية طب ودي تفرق؟ آه تفرق طبعا تفرق فين؟ تفرق في المسقطة الأفر لو الربوسية بخلي الإنحناء بتاعي عالي شوية بعمل بالألم بتاعي واجه الإنحناء بتاعي أقول إنه هو غائر ليه؟ لأن الربوسية هو عبارة عن الدفع من الأمام والخلف باستخدام أقلام الربوسية على الجزء المجموع للنحاس بتاعي طيب الربوسية ده بيبقى اعتبر بالنسبة لغائر طب والخط هو خط سطحي على سطح المعدن ممكن الخط ده يكون استخدمت أقلام الحفر اليدوية وعملت عملية حفر ولذلك احنا بنشوف الحفر كتير ممكن تشتري بعض الصواني الاستلس وتلاقي مرسوم عليها بعض الرسومات الفرعونية أو بعض الرسومات لبعض الأماكن السياحية الموجودة في بلدنا وحفرت باستخدام أقلام الحفر ثم بعد ذلك تم عملية اطلاق يبقى هنا حفر الخط هيكون أقل في السمك من الربوسية فبيبين الفرق ما بين الحفر وما بين الربوسية وده مهمة جدا ولذلك احنا بنأكد الحرص الكامل على قراءة المواصفات تعالوا بعد كده نروح نشوف المسقط الرأسي أو المطلوب تكبير المسقط الرأسي بنسبة 1 إلى 2 رسم المسقط الرأسي بعد التكبير رسم المسقط لتحديد ما هو واضح وما هو مختفي رسم المسقط جانب اتجاه السهل رسم القطاع الرأسي وضح التركيب الصناعية مطابقة للمواصفات 6 الاحتفاظ بخطوط الإسقاط المستخدمة في استنتاج المساقط السلاسة رأسي وعفقي وجانب ادي المسقط الرأسي يوم ده يعتبر هل كان بيت الشامعة هنا في المسقط الرأسي ده لما كان باين كان باين واحدة بس بالنسبة لي طب وهنا ظهر كام؟ اتنين اقولك لا ده التلاتة بينين بس فيه اتنين قبل بعض فانا شايف واحدة بس فقط لغير ولذلك مهمة جدا دي ليه؟ لان انا لما باجي اقسم واحدد ان عندي تلاتة فلازم هو يكون بديني واحدة الواحدة دي بس قطها كده هو واخد الإسقاط ده عشان يبقى فيه توزيع اشمل واعم على الزاوية المركزية بتاعتك بمعنى انه لابد ان يكون هناك اتزال للأفرع على الاباجورة وهوضح النقطة دي كويس جدا ليه؟ انا عندي الاباجورة وحدات الإضاءة عليها تلات فروع يعني فرع كده وفيه على جسمها متوزع الفروع كلها طب هوزعها ازاي؟ هل يتم التوزيع عشوائي؟ استحالة الرسم الفني بدقةه العالية لا يجوز التوزيع العشوائي ولكن احنا ممكن نشوفها عند بعض الصناعية ذو المهارة الخاصة انه هو نتيجة خبرته بيبدأ يوزع ولما تيجي تقس عليه الزاوية تلاقيها صح لانه خلاص من خبرته عرف اماكن التوزيع طب كيف يتم التوزيع؟ انا عندي الزاوية المركزية اللي احنا تكلمنا عليها كانت 360 درجة حوالين النقطة طب انا اروح تجاي ما اسقط اول حاجة عندي هي على المحر دي تعتبر الشمعة الاولانية طب والشمعتين التانيين بقى طب انا حطتها هنا والزاوية عندي اللي قبلها منها دي تعتبر 120 درجة طب انا عايز اوزع 3 اروح جاي مقسم 360 درجة على 3 يديني ما بين كل شمعة وشمعة 120 درجة 120 ايه؟ درجة يبقى ما بين الشمعة الاولانية والشمعة التانية 120 وما بين التانية والتالتة 120 وما بين التالتة والاولى يرجع 120 تاني يبقى هنا ده يعتبر بالنسبالي التوزيع الامثل للثلاث فروع طب لو لا 4 فروع يبقى على المحاول ما بين كل شمعة وشمعة 90 برضو باشتغل على 360 طب لو على 6 اقسم 360 على 6 ايه ما بين كل شمعة وشمعة 60 درجة وهكذا اذا هنا التأسمة لا يتم عشوائيا ولكن يتم بنسب وبحسابات دقيقة جدا ولذلك يمكن انا بعيب على بعض الطلبة ودي مهمة ما يعتبرش عيب اكتر من ان هو يعتبر بالنسبالي ارشادات ان ما يرسم بادوات الرسم الهندسي لابد ان يتم بادوات الرسم الهندسي بمعنى اننا الرسم الفني مهم جدا استخدام ادوات الرسم الفني مهم فانا لازم استخدم ادوات الرسم الفني ليه المثلث 3060 المثلث 45 البرجل المصطرة الممحقة والاستيكة تعتبر بعض الاقلام الخشبية المصطرة الحرف تي لوحة الرسم بتاعتي اللوحة الخشبية اللي هرسم عليها كل دي تعتبر من ضمن الادوات ادوات التحبير بتاعتي لو كانت موجودة دي تعتبر عامل بالزبط اللي بيرسم لوحة عامل زي الدكتور المكتمل بادواته او الفنان المكتمل بادواته او الرسام المكتمل بادواته لازم تكون الادوات مكتملة اي خلل في الادوات هيؤدي الى خلل في عملية الرسم ولذلك احنا عندنا مادة القصص الزخرفية بنقول استخدم الفري هند زي ما انت عايز ارسم بايدك وانت قعد وقعد فن في الكراسة زي ما انت عايز لكن عند الرسم الفني لا يجوز اذا تم استخدام المسلس يبقى المسلس سابت استخدمت البرجل في منطقة معانا يبقى البرجل بالنسبة لي سابت ولذلك هنا بيقول لي التوزيع حول النقطة المركزية لتوزيع الافرع للابجورة على 3 يبقى بين كل فرع وفرع 120 درجة تبقى لتأسيم الزاوية 360 على عدد الافرع خلاص يبقى هنا بالنسبة لي بتعتبر مهمة جدا هنا بان في المسقط الرأسي باين عندي فرعين لكن الفرع اللي هو موجود عندي ده بيعتبر مهم جدا اللي هو ظهر التاني على اليمين ده ده بيعتبر بالنسبة لي مهم ليه فيه واحد تاني وراء طيب تعالوا بعد كده نبص ادي المسقط الافق ياه النقطة اللي انا كنت بتكلم عنها ادي فرع اهو بيعتبر بالنسبة لي ده الفرع اهو ده الاساسي اللي انا اسقطت عليه بعد كده ما بين ده وده 120 بعد كده ما بين ده وده 120 طب مين اللي عمل كده تأسيمة الافرع ادي اول فرع اهو اللي هي الدورة الصغيرة بعد كده ده الفرع التاني بعد كده ده الفرع التالي شوف الجمال بقى بتاعه الروبوسي بتاعه ظهر ازاي اهو ده الشكل اللي أنا شفته من فوق يبقى هنا ده يعتبر بالنسبة لي مسقط أفقي جميل جدا ليه ولذلك هنا متقسمة لـ 12A جزء نقطة اللي احنا كنا بنتكلم عليها نقولنا ان كل ربع فيه ايه 3 أجزاء ادي 1-2-3 وادي 1-2 برضو ايه 3 يبقى هنا مهم جدا بالنسبة لي حت التأسيم لـ 12 جزء ده يعتبر بالنسبة لي للمسقط الأفقي تعالى بقى بعد كده بص على المسقط الجانبي بانوا الثلاثة هم هنا بانوا الثلاثة مع بعضهم اتنين على اللجناب واحدة في الايه في النص وفي نفس الوقت ظهر الشكل الجمالي بتاعي العالي يبقى هنا ده يعتبر بالنسبة لي المسقط الجانبي بعد كده القطاع ريجع لوضعه الطبيعي ولذلك احنا هنا بنحدد وبنهتم جيدا بايه بقى ان القطاع هو هو المسقط الرأسي ولكن بيتم تحديد التفاصيل الداخلية الموجودة في المسقط اللي ايه الرأسي اللي انا قلت عليها الحاجة اللي لها سمك بعمل لها سمك الحاجة المصمطة بهشرها الحاجة اللي محتاجة لانوع من انواع التركيب ببدأ اركبها بعضها مع ايه مع بعض بعد كده جاب لي اباجورة تانية الاباجورة اللي هي موجودة عندي ده اللي انا وضحت لك القطاع بتاعها كان مهم طبعا الاباجورة دي هنكتفي بيها لاننا لو رحنا لاباجورة تانية الوقت في الرسم الفني ممتع وجميل جدا والاجمل من ذلك انك تعيش مع لوحة الرسم الفني حتى وان كان لديك بعض المشاكل ولذلك اللي بيحب مادة الرسم الفني دي بيحبها حب عالي جدا ليه اولا بتحتاج الى زهن خلي بتحتاج الى نوع من انواع الهدوء بتحتاج الى نظافة بتحتاج الى مهارة بتحتاج الى ابتكار بتحتاج الى ابداع كل الحاجة بتحتاج الى نوع من انواع التقسيمات المهمة جدا ولذلك برضو هاكد مرارا وتكرارا لابناء وبنات الطلبة وخاصة ان احنا دخلين في هذه الايام على نهاية العام او الامتحانات لازم اقرأ ورقة المواصفات جيدا لازم ابص على كل جزء من الاجزاء اللي موجودة عندي في المسقط الرأسي من ضمن المميزات الرسمة عندنا لازم يديك المسقط الرأسي وده مهم جدا بوضح لابناء وبنات الطلبة انهم يقرأوا المواصفات على امل ان نلقاكم في حلقات قادمة ان شاء الله مع تمنياتي لكم دائما بالتوفيق والنجاح وشكرا لمعد هذه البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته